مساء الخير عليكم متابعين ومتابعين جريدة الموقع أهل مصر في كل مكان من فترة كده يعني خلال أيام اللي فاتت واسمعنا عن فجأة كبيرة يعني تألمنا لها أهلي بورسعيد وهي وفاة ثلاثة من أبناء محافظة بورسعيد في مصحة لمعالجة الاثنان في محافظة الاسم عليه النهاردة معنا والد كريم الشاب البورسعيدي اللي كان بمعالج في المصحة هنتعرف على ما تم في داخل المصحة منك وليس يمكن تكون لكل ما يعرفهاش حاجات لأول مرة ممكن نسمعها هنشوف كل حاجة وخليكم معنا إبراهيم نور والد كريم كريم كان هناك بيشتغل معالج بقاله بتاعه حوالي خمس سنين مقارية كلية حقوق بس ما كملش كلية الحقوق يعني غيرت سنة ثالثة أو ربعة وعلى آخر سنة يعني المهم راح يشتغل هناك وبقاله حوالي خمس سنين أو ست سنين وكانت الأمور مشية طبيعية خالص وكنت قبل موضوع الوفاء أو قبل موضوع الحدثة كان عامل اتصال بي بعد صلاة العشاء وبتكلم معايا عادي خالص وكان أنا جايب له شاقته هناك في إسماعليه اليوم ده كان استلم الشقة أنا شريها له قابل إسماعليه وكانت شغله هيبقى هناك وشغله هناك آه خلاص كان هيتجوز في شهر خمسة فاليوم ده بعد صلاة العشاء كان خلاص بيستلم الشقة وبعد لي فيديوهات على الواطس اللي هو بيستلم الشقة من النقاش خلاص وكان باقي مبلغ معين بعد طوله في نفس اليوم على جودة كاش وكان فرحان وقال لي يا بابا أنا استلمت الشقة أهوف وشبتها على الفيديوهات اللي هو باعتها وكان فرحان أوي أوي وما فيش أي حاجة وبعد كده اللي أنا سمعته ان جي ساعة الصحرم وساعة صلاة الفجر هو اللي عامل إمام أم الناس اللي موجودين وصلى بهم هو اللي صلى بهم والفجر وكانت الأمور ماشية طبيعية جدا وخطبته أما اتكلمت معها بتقول كان بيكلمها لغاية الساعة 2 ونص اتصل كان في اتصالات عادية وبيوراتبه للأمور بتاعة الجوازة والكلام ده لغاية الساعة 2 ونص أو 3 ايجيت الصبح حوالي الساعة السابعة الصبح كده هم اتصلوا بابن ما اتصلوش بيا بأخوه يعني قالوا له ان اخوك توفى في حاجة سبعة الصبح اه يعني ذا بتابت ساعات أو أربعة ساعات من الساعة ايوه وهو كان نايم عادي واتصالات لغاية 2 ونص مع خطبته وأنا لغاية لصلاة العشاء اه لقيت اخوه جايلي لان اخوه ساكن برا البيت وقال لي اداني الخبر قال لي لكريمي بتوتى انا طبعا مزهول يعني مش جالي صدمة يعني امكلمه بالليل والفرح وبعت العلوات سرسة الفيديوهات بتاعت شاعتهم مصورها لهوا باستلمها بقول له كريم مين قال لي كريم مين قال لي كريم مين كريم اخويا على اخوه طبعا كانت صدمة جمدالية يعني مسافرنا بقى الاسماعيلية وشفنا الاوضاع طبعا كان الكلام ده كان يوم الاثنين استلمنا الجثة يوم الاربعة قبل ما جبناه هنا طبعا الموقف صعب واللي انا عايز اقوله مبنى زي ده حتى لو ابني كان بيشتغل فيه كمعالج ازاي المبنى ده ياخد ترخيص من الدولة انا بوجه ندائي من المفروض اشراف وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية يعني ازاي يده تصريح لصاحب المبنى ده يعمل مصحة لمعالجة الادمان واقل واحد بيتعالج بيدفع مثلا خمستاشر الف جنيه في الشهر مبالغ اه طيب المبالغ دي اذا ده حاجة استثمارية ده بيتجره في ارواح الناس برغم ان انا ابني كان بيشتغل وبياخد ملالين انا بوجه يعني كان مرتبه قليل طبعا بالنسبة للدخل اللي بتاعت الناس بياخدوا واحد ده ده اقل واحد لقى فيه خمستاشر وفيه عشرين الف في الشهر مبنى كم واحد بيكونوا جوه المبنى بتعالج اكتر من ثلاثين اربعين في مبنى صغير ده ده فرع واحد واللي انا سمعته المؤسسة لها اكتر من فرع في الاسماعيلية وكانوا تقريبا سبعة اتقفل قبل كده ثلاثة رست على اربعة انا كلامي التصريح دي خدوها ازاي والمبالغ دي اللي بياخدوها من الناس خدوء بيعمله بها ايه طب انت بتدي تصريح لمبنى المبنى اللي ابني كان بيشتغل فيه كمعالجان وكل ده ما كنتش عارض ولا فيه امن ولا امان فعلا جوه ولا فيه طفويات حريق ولا فيه سيستيم كامل عند حدوث حريق لان هو انت بتعالج اه تمن طفويات حريق ايجوا يطفهم لقهم مفيش طفاية موجودة شغالا طيب المبنى ده ابني صلى الفجر بالناس مفيش ساعة ساعتين حصل الحريق طب الحريق ده اللي فوق مفيش كان ورديات مفيش نبطيات مفيش امن ناس افراد امن كانوا موجودين شفوا النار وشفوا الحريقة مفيش مفيش اي حاجة في حالة حدوث حريق او حاجة زي كده حاجة تحمي الناس اللي جوه دي حاجة الحاجة التانية المدمنين دول اللي بتعالجوا دول زي المسجون بالزبط المفروض ممكن بيجي لهم حالة ان هو يوصل لحالة من الجنان عايز يموت اللي قدامه عايز يهرب عايز يطلع من المبنى باي طريقة لان ده مدمن يعني في حاجة بتعمل خلالة عصبية بتاعت المخ طبعا او الجهاز العصب بتاعه ببقى مش مزبوط فالناس اللي زي دي ببقى عايزة تأمين خاص او حراسة خاصة فين انت سايب الناس كده في الفيلا اكتر من سبعة عشرين واحد او تلاتين واحد سايبهم كده ده ممكن يطلعوا الناس يعملوا جريمة ايوه يعني يعملوا جريمة انا ابن نايم مثلا فوق في الدور التالي ما ممكن اي حد من دول يطلع علي موته باي لحظة انا ده زنب ابن ايه اللي رايح يعني يساعد في معالجة مدمنين وهو اصلا مش متأمن عليه فانا بطالب مؤسسات الدولة تراجع الملف اللي هي الحاجات الخاصة اللي بيعالجوا المدمنين دول على مستوى الجمهورية مش في الاسماعيلية بس لا على مستوى الجمهورية احنا عندنا مستشفى بورسعيد اه هنا بقى موضع احنا عندنا يبقى ليه بقى مستشفى بورسعيد لما عالجت الادمان والامراض النفسية تجي يودولها حد ما بتقبلش حد يقوم الناس او الشاب يضطر يروح في مساحة خاصة زي اللي في الاسماعيلية غير مؤمن عليها وما فيهاش اي صفة من الصفات اللي بتدل على ان دي بتعالج الادمان يعني بنقول الدولة بوجه ان دا الى الدولة اي اللي هما مسؤولين عن تطلع التصريح دي يرجعوا الملف دا بالذات ملف المساحات الخاصة يقول الاجتماعي ما بتيجي ترقص حدانة بتروح تبص على الشبابيك والبواب التأمين عملية التأمين كمان الطفايات الحريق لازم تتمنعوها المعالجة فينا بتيار في ناس ما بيحصلش تلخيص حدانة فما بالك للأطفال فما بالك الكبار طبعا انا بقول قلت جملة لا امن ولا امان داخل المساحة دي فلازم الملف دا يتراجع المعالجة يعني الدولة تراجع قدامها بنود معينة اللي عايز تصريح لمركز لمعالجة الادمان يبقى ليه تصريح معينة وليه وضع معينة ويشوفوا لازم الدولة تراجع مش اي واحد ده هو ده عنده يجي سبع مساحات هو اي واحد يجي فيلا ويأجرها ويقولك انا عالج المدمنين وبياخدوا مبالغ كبيرة جدا ربنا يرحم كريم يا رب ويصبركم وان شاء الله حق يرجع احنا عايزين حق وانا عايز القصاص انا بطالب لان انا مش ادرى اتكلم من الشق الجنائي او الشق القانوني لان احنا موكلين لأستاذ محمد القطة وربنا يبارك فيه انا مش باتكلم في النقطة القانونية الوقتي لان ده شغل الاستاذ محمد انا باتكلم على التصريح بتاع الدولة الملف ده لازم يتراجع من الاول خالص اما الشق القانوني هيبقى مع الاستاذ محمد اللي هو احنا موكلينه مسك القضية كلها بنا نشوف فرق يا بستاذ ابراهيم ويخت الكريم خلينا نتكلم مع خاطيدي اهو بحاجة الكريم ازاي انت عملك اللي تقالى ده اهياتك البقى احكينا كده عن كاوليس اغرش دور جديك ودين كريم هو اتكلم معي عادي في يوم الاثنين ساعة اثنين ونص تسحر وهو بيكلمني في الشات وبعدين كلمني في التليفون وبعتلي الفيديو بتاع الشقة وقال لي ان هي جاهزة واتكلمنا وقال لي ان هي هانت خلص ونكون مع بعض وبس واتكلمنا مفيش اي حاجة عادي وبعدين نام وانا الفجر كنت صحية وكنت عايز اكلمه بس هو قال لي انا هانام علشان هو ما بيحبش يوم الثلاثة عشان ضغط شوكل فما كلمتهوش مردش اكلمه علشان هو قال لي يوم الثلاثة واصح واكلمك انا عدت ان هي صعب عليك وصعب ان تتمسك الصورة اتى تساعتني جماع لي فهادك أنا انا اخر مرة شفت الجمعة لفهاد ت customer test كان عطية Wear متأان نظر اكاتي بورثايا وشوفت لها مفروض ان نتقابل كل يوم خميس ووالاسبوع لفات عشان ربamin و不同 وهيبقى معانا كمان شقيق احد الضحايا بس هنسمعوا كده بالصوت هيقول وهيحكي ماشي مع حضرتك كمان حابب تحكي ايه دون احمد اخو احد المتوفين في المصحة انا اخويا الله ارحمه كان مهندس انا كنت معاه قبل رمضان بثلاثة ايام وكانت مفروض ان راح اخده وامشي المكان هناك انا ضغطوا علي ان هم يكمل الشهر بتاع رمضان دون قالوا ان هو لازم يكمل الفترة وانا كل اسف استجابت لهم وان انا يعني خلته يكمل الشهر دون هو كان نصيبه ان هو يتوفى في التوقيت دون وانا يعني انا بناشد المسؤولين ان المكان دون كان غير مرخص من وزارة الصحة بعكس ما اتقل لي يوم انا رحت علشان اتفق معاهم ان محمد يخش المكان عشان يتعالج وكان المفروض ان هم قالوا لي مرخص من وزارة الصحة واتضح بعد كده بعد الحدثة حاجات تانية خالص ان المكان دون مش مرخص والمفروض ان هو يتقفل للاسف ده لو كان حصل من فترة ده يعني ما كانش هواحد زي مثلا ان انا رحت ان انا عامل للمكان ده ان انا اه وكان راح هناك قبل كده يتعالج بس ما ات اه اه والله ارحمه كان اربعين سنة وكان المفروض ان هو راح المكان ده عشان يتعالج قبل كده بس ما مكملش فترة علاجه فكان كان بقى خلاص هو كان بقى كويس هو كان بقى كويس كان طالع اصلا اللي هو كنا بنساك له ان هو عشان يتجوز ان شاء الله وكانها يعني يعني خلاص كان نرتب كل اموره على ان هو هيتجوز اي كان خلاص انا راح اجيبه قبل رمضان وهم قالوا لي لا لازم يكمل الشهر بتاعه هو يعني سبحان الله هم ساكوني للأجل ويعني ربنا ارحمه ربنا ارحموا وانا حابب ان انا يعني يعني ان الناس دي يعني الدولة تساعدنا ان احنا نجيب حقه نجيب حقه من اصحاب المكان لان الموضوع عندي مش لمك المكان اصلا كان غير مؤمن بالكامل كان المكان ده كانت حرق قبل كده المفروض ان انت تعمل احتياطاتك من المكان ده اه اه كانت حرق قبل كده وكانت صادر له قرار بالغرق ساعة واحد وعشرين فين دور الدولة هنا الدولة فين المكان دا لو كانت قفل أنا ما كنتش أمينت وروحت توديت أخوية بإيدي في المكان دوا علشان يتعالج وبعد ما تعالج يعني أنا ياريت 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 المسؤولين في الدولة يساعدونا بجد نحن على أقل ناخدوا القصاص من الإهمال للحادث ربنا يرحمهم ربنا يرحمهم جميعا يا رب يارب 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 خلينا تقليل كده في الشرق القانوني والإجراءات التي حدثها بخطاء أصدقائي طيب خلينا الأول أتكلم على ملابسات الموضوع وملابسات الواقع اللي ممكن ناس كتيرة ما تعرفهاش زي ايه مسلا دي مؤسسة اسمها مؤسسة الأصدقاء خلينا أقول لكم لأي حاجة أنا هقولها اليهاردة على مسؤولية أنا الشخصية وبناء على التحقيقات وبناء على المعلومات برضو اللي احنا جبناها لكن للأسف أي معلومة قالها أهلية المتوفق إلى رحمة مولاهم اللي هم الضحايا بتوع المؤسسة ديت عرفوها بعد الوقع مش قبل الوقع عشان برضو الناس ما تقولش داب هم عارفين الكلام ده كله وليم ود ولادهم موجودين في المكان لا احنا معرفناش الكلام ده غير ما أن النيابة هي أو التحقات النيابة هي اللي وصلت لنا للكلام ده طيب خلينا أقول للمؤسسة دي مؤسسة اسمها مؤسسة الأصدقاء بيملكها يعني ناس مش هقدر أقول لأساميهم لكن أنا وصلكم متأكد اللي مفيش حد فوق القنوب وكلنا تحت طائلة القنوب ولكن خلينا أقول لكم وأتكلم بشفافية أكتر أن المسئولية الأساسية اللي هي المسئولية التبعية هي مسئولية أجهزة الدولة كلها بمعنى أن الأماكن دي بقت شكل من أشكال التجارة وليس للعلاج وللأسف اللي احنا ما شفنا أساساً الورق عن طريق النيابة أو الأوراق اللي تقدمت اتلاقينا اللي مفيش أساساً ترخيص لمكان للعلاج لا النفسي ولا علاج الإدمان الموضوع كله شكل من أشكال الجمعيات لا أكتر ولا اللي بتعمل ندوات ثقافية وتأهيل ولكن مش مكان مؤهل ولا مرخص من قبل الدولة واحنا ما روحناش مكان مستتر ده مكان معلوم ومعروف بالنسبة للدولة كلها وبالنسبة للناس مكان ده موجود ومعروف اللي ده مصحة ومعروف اللي ده بيعالج وحتى الناس هي اللي بتدلينا تقول المكان ده بيعالج الناس جميل وخلينا أقولك اللي أقل حاجة بيتفحى الشخص هناك خمستاشر ألف جنيه لغاية لكل حالة بقى لها وضعها فإحنا برضو بندفع فلوس عشان نعالج عياننا ونعالج ولادنا ونعالج إخواتنا يرجعوا جسس يعني هل وده إهمال من الدولة سواء الوزارة التضامن مش المرة الأولى مش المرة الأولى ولكن إحنا إمتى الدولة هتاخد بالها إحنا مش عشان الناس دي يعرفوا حد أو أو لهم وضعهم أو الكلام ده برضو الناس اللي ماتت دي برضو ولاد ناس بس وفي نفس الوقت أولا الدولة أنا النهاردة كراجل لو أنا عندي شخص مدمن وده ظاهرة موجودة أنا بنشد الأول للناس دي بقى في ركابة على موضوع الإدمان ولكن خلينا أقول لك الشخص غلط وأدمن وعايز يبدأ صفحة جديدة مؤسسات الدولة المفروض تقول تساعدوا على كده إحنا عندنا هنا مستشفى النفسية أتحدى والكلام ده على مسؤوليتي اللي هم قبلوا شخص يعايز يتعالج وعايز يبدأ صفحة جديدة حتى لو هو هيدفع فلوس ما بيقبلوش ولا شخص ولا بيقبلوا الكلام ده مستحيل مع إن إحنا عايزين نبدأ صفحة جديدة في الحياة وبعدين خلينا أقول للإدمان ده بالسبب الشخص الوحده إحنا برضو في عوامل أنا الناس دي في مهندس كان موجود بيتعالج وفي راجل كان في كلية الحقوق برضو كان بيتعالج يعني راجل مهندس وراجل محامي مش ناس يعني أصحاب أو أرباب ثوابق أو خارجين سجون لا ده ناس ولاد ناس لكن الناس اتخرجت ضغوط المعيشة ضغوط الحياة مفيش شغل مفيش وظيفة الأمال كلها اللي كان بيحلم بيها من الوقت مش موجودة فبناءا عليه اتجه الاتجاه ده جميل بدأت صفحة جديدة في حياتي عايزين نرجع بقى شخص سوي بنروح المؤسسات دي وبنروح الأماكن دي اللي المفروض بالشئ الفلاني بالبلدي وبندفع 15 ألف جنيه وعشرين ألف جنيه وخمسة وعشرين ألف جنيه ممكن لو انا روحت مصاحة وقالوا لي يأخذ منك همد ثلاث جنيه وقول لي لا دي مش هتعالك حالي عندما روح التانية زيها وقول لي 15 يبقى دول اللي هيعاله ايوه صحيح احنا نفسنا ما هو برده بس وبعدين هو الشخص بيروح طوعية واختيارا عايز يبدأ صفحة جديدة طيب خليني اقول لي حضرتك ان صدر قرار بغلق هذا المكان سنة 2021 للأسف وزارة الداخلية ووزير التنمية المحلية او وزارة التنمية المحلية لم يتم تنفيذ هذا القرار احنا طبعا ما نعرفش الكلام ده الكلام ده احنا عرفناه بعدين في التحقيقات بتاعة النيابة يعني انت النهاردة صدر لك قرار بالغلق هل انت فوق القرار من سنة 2021 والمكان ده ما تقفلش لغاية دلوقتي الاجتماعي هي المسؤولة برده لان التصريح الرسمي منه جميل لازم الوزارة تبعد حد من المدرية اللي عندها اللي موجودة في اسماعيلية واتتابع وتشوف المكان ده تم غلقه ولا لا كلام جميل وقعد ان هي ما قالتش وما عملتش ومنفزتش الغلق يبقى هي لتحقيق تحت طايلة المدر خلينا اقولك اللي الصورة التنفيذية بتتمثل في وزارة الدخلية ووزارة الدخلية للأسف الشديد ما تمتش ما تمش ده والمكان ده موجود في حي وحي اسمه حي الأسرة المفروض رئيس الحي ده برضه المفروض يكون ينفذ القرار ده وللأسف ما نفذوش أنا النهاردة باعت ابني يتعالج وباعت أخي يتعالج وبدوا يفدأ صفحة جديدة نيجي النهاردة مكان غير مؤهل لفيدة كثرة احنا طبعا الكلام ده ما نعرفوش كلام ده احنا عرفناه بعد الواقعة دي والتحقيقات لان طبعا هناك يقولك ايه لأ ممنوع الدخول لأ ممنوع الاتصال لأ مش هينفع تكلم الرجل المدمن دوت عشان هو بيتعالج فلو سمحت فيبقى الموضوع كله سري للغاية والرسائل اللي بتجينا الطمن هو تمام الطمن هو تمام لكن احنا ما شفناش نتيجة من مكان زي ده وللأسف الاماكن دي بقت منتشرة جدا بتتفتح تحت مسمى مصحة نفسية للاستثمار لفيه ترخيص بيعملوها رجال الأعمال ومفيش ركابة للأسف الشديد بالدولة طب يا دولة ما تعملي مستشفيات انت خاصة وتبقى تحت إشرافك وإشراف وزارة الصحة ويكون فيها معالجين واخد يا سيت اللي انت عايزها مفيش مشكلة لكن اللي عيانة ترجع جسس وفيه أشخاص جاية متحلل لها دي إيه عشان نعرفها ما جاية متفحمك تماما آه جسة متفحمة جسة كريم كانت راجعة متفحمة تماما وتعمل لها تحليل دي إيه يعني حتى كمان آخر اللقاء اللي هو النظرة الأخيرة ونظرة الوداع دي ما تمتش وحتى اللي شافه مش قادر ينسى الموقف ومش قادر ينسى الشكل اللي هو شافه فأنا آآ آآ أناشد الأول سيادة المستشار النائب العام وأنا أعلم تماما إن حق الناس دي يعني آآ هما مواطنين بالدولة وحقهم أنا واصلكم متأكد للقانون والسيد المستشار النائب العام آآ ووكيل النائب العام اللي بيحقق في القضية إن شاء الله بإذن الله هيجي لهم حقهم وللأسف الشديد وأنا بناشد وزير الداخلية من مكاني ده إن آآ في صدر أمر ضبط وأحضار ليه آآ المفروض المتهم الرئيس اللي هو صاحب المؤسسة وصاحب المؤسسة عايش وموجود وكله تمام وبيعمل للأسف الشديد لقاءات صحفية بيدفع فيها عن نفسه طب انت كوزارة شايفة الكلام ده الناس دي اللي ماتت دي تترمى في التراب وده على الأقل المفروض يبقى كون مكانه في السجل حتى يطف نارهم شوية لكن آآ آآ نبص اللي ماتت دي